هذا ويجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى روابط تاريخية مشتركة عززت من علاقات التعاون والعمل المشترك أيضا وتشكل سضافة السعودية للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى مرحلة جديدة من التعاون ونقطة انطلاقة نحو تأسيس شراكة سراتيجية طموحة العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهوريات آسيا الوسطى ليست وليدة اليوم بل هي علاقات ممتدة تربطها أواصر التعاون والعمل نحو بناء جسور أكثر تلاحما وازدهارا وتأتي استضافة السعودية للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى لتؤكد اهتمام قادة دول مجلس التعاون بتوثيق هذه العلاقات وتعزيزها كما يعكس انعقاد القمة سعي الدول المشاركة بتأسيس شراكة استراتيجية طموحة وسبق انعقاد القمة الخليجية عقد الاجتماع الوزري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في عام 2022 الذي أكد فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون التزامهم بتأسيس شراكة مع دول آسيا الوسطى بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كورونا ويرى قادة دول مجلس التعاون أهمية كبرى من هذه العلاقات من خلال حرصهم على مواصلة تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري وأمن الطاقة والمياه والأمن الغذائي مع دول آسيا الوسطى كما وإن لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة نصيب من هذا التعاون دول الخليج العربية يجمعها مع دول آسيا الوسطى روابط ثقافية ودينية لكونها عضو في منظمة التعاون الإسلامي كما تمتلك هذه الدول موارد كبيرة من النفط والغاز ما جعلها تلعب دورا مؤثرا في أمن الطاقة العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر